مجلس النواب استدراك على جدول أعمالها حول ما يتعلق بحالة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون القضاء العسكري إلى اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية واللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات حول أهم بنوده نظرنا اليوم في الجلسة المجلس المشروع المحال من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري والذي أحيل إلى اللجنة التشريعية وسوف إن شاء الله ينظر في الجلسة وسترتب لقاءات مع القضاء العسكري لإطلاع على ما فيه ومناقشته ثم رفعه للجنة للتصويت ثم يحال إلى مجلس الشورى ثم ترفعه إلى الملك بأجل تصديقه ويصبح قانونا وفي بند الأسئلة تم استعراض ردود سعادة وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني حول عدد من الأسئلة المقدمة ومنها ما يتعلق بمركز مدينة حامد للخدمات والخطة لتطوير الساحل الشرقي الخدمات أصبحت حالة ملحة وضرورية جدا ولذلك بأن منذ السنوات وحن نسعى من أن يقام مركز تجاري وفي نفس الوقت السوق الشعبي وأعتقد الآن حان الوقت من أن يتحقق هذا الحلم لأهالي مدينة حامد خاصة أن المخططات أنا أعتقد حسب ما بينها وزير الأشغال سعادة وزير الأشغال بنها جاهزة وهناك تنسيق بين وزارة الأشغال والبلديات مع بنك الإسكان من أجل إقامة هذا المشروع وإن كان هناك طموح بأن يكون هناك بعض المستثمرين يدخلون كمشاريع استثمارية لابت من الوزير أنه يحاول التواصل مع المستثمر لكي يصلوا لحل وسط لأن للأسف المشروع كبير وما فيه لبديل الآن فيه دراسة والأمور هذه المكانيات الآن مات البحرين ما تتحمل ضخ 27 مليون في الساحل الشرقي للعاصمة أضافة للمشروع ذي يتماشى معه وجهة نظر الحكومة في تنويع مصادر الدخل تم أقرار المخطط التفصيلي لمدينة حمد وخاصة المنطقة المحصورة بين دواري 16 ودوار 17 وتم تحديد استعمالات الأراضي وتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء الموقر توجيه اللجنة الوزارية أن يتم تطوير الساحل وتوفير المساحات الترفيهية وأنها تكون موجهة إلى الجمهور وأن الخدمات تكون متوفرة لكل شرائح المواطنين المجلس وافق على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم 19 بشأن الكشف عن الذمة المالية وقرر إحالته إلى مجلس الشورى ناقشنا اليوم في موضوع السياحة هي من أهم النقاط المهمة وهي موضوع الضابط القضائي موضوع الضابط القضائي بعض الأمور البسيطة التي تأتي ترتقي إلى عملية الضابط بعض الأمور أو بعض السلوكيات التي تأتي في بعض المشاريع السياحية لتعميم على دعمها وتقويتها وتكون لها أساسات قوية وفي بند المشاريع بقوانين وفق المجلس على التعديلات التي تقدمت بها لجنة الخدمات بشأن تنظيم السياحة وتمت إحالته إلى مجلس الشورى راعينا في ذلك الشريعة الإسلامية السمحاء بأن يفصل الذمة المالية وكلا له حق في الذمة المالية منفصل عن الطرف الآخر إضافة إلى أخذنا في الاعتبار الحكم من المحكمة الدستورية في قضية غسيل الأموال بفصل ذمة الزوج عن الزوجة في حكم سابق وفي ذات البند تمت الموافقة على تقرير لجنة الخدمات بتعديل المادة 2 من القانون رقم 74 سنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتمت إحالته إلى مجلس الشورى سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة